السؤال اللي بعد كده بيقول أنا يا سيدنا الشيخ مريض أمراض مزمنة ربنا أجمع لك بينا تمام العجر والعافية يا رب العالمين ودمور شديد في العضلات وبفطر شهر رمضان بسبب الأمراض أخرج فلوس الفدية لأي جهة مستشفيات أو جمعيات خيرية أم أفراد وشكراً ده جائز وده جائز بس خلينا نقول إن لازم بس بنأكد على معلومة إن إمتى عايكون صاحب المرض المزمن ده هيفطر لما الدكاتر يقول له إمتى يطلع فدية لأنه ممكن يكون عنده مرض مزمن ولكن درجته هتقل فيصوم بعد كده فإذا كان الدكاتر يقول له في المرض المزمن ده زي المرض اللي عندنا ده مش هيصوم تاني خالص يبقى إيه اللي حاصل يبقى لو كان عنده مرض مزمن وقال له ما ينفعش تصوم تاني خالص هيطلع فدية لأن فيه أمراض مزمنة وممكن الإنسان يصوم معاه يبقى إذا كان الدكاتر يقول له مش هيصوم تاني خالص يبقى إيه يبقى الضغط مرض مزمن والسكر مرض مزمن وفيه درجات من المرضين دولة ممكن الإنسان يصوم منها ولذلك لازم نراجع الطبيب فإذا كان الطبيب قال مش هينفع تصوم تاني خالص هتطلع فدية والفدية مقدارها 30 جنيه السنة دي يبقى هتطلع فدية ومقدار الفدية 30 جنيه السنة دي وينفع تطلعها للأفراد ودهت هيكون مباشرة لك أحسن عشان دهت حالتك النفسية خاصة مع المرض بتاع حضرتك أو لو خرجتها للمستشفيات أو لو خرجتها للجمعيات اللي بتتلقى الصدقات أو للمستشفيات اللي بتتلقى الصدقات عشان تساهم في إطعام المساكين بس لازم تعرف ان الفدية دي بتروح للأفراد وبتروح للناس عشان تأكل بها فالأفضل انها تروح للأفراد انها تأكل بها ويكون ده أفضل إن شاء الله